نبقى دائما مع أخبار محتلفين أين كشف موقع بي بي سبور الإنجليزية بأن نادي توتين هامي اقترب كثيرا من حسم صفقة الدولية الجزائري محمد لمين عمورة بعدما تلقى الموافقة المبدئية من نادي سنجل وازل البلجيكي من أجل تحويل اللاعب بداية من الصيف القادم وقدم نادي اللندني عرضا مقنعا من الجانب المالي حسب ما كشفه ذات التقرير ترجمة نانسي قنقر